اشتركوا في القناة قانون قاسم الجهد فلنبدأ على بركة الله وحفظه اولا ما هو قانون قاسم الجهد قانون قاسم الجهد هو قانون خاص بحساب الجهود مثله مثل قانون الام وقانون العروات ولكي نطبق هذا القانون يجب ان يتوفر لدينا شرطين اساسيا الشرط الاول يجب ان تكون الدارة مغلقة وتحتوي على مصدر الجهد والشرط الثاني يجب ان تكون المقاومات موصولة على تسلسل اي يجتازها نفس التيار اذا نحسب الجهد VR2 بين طرفين المقاومة R2 اذا ماذا يساوي الجهد VR2 يساوي المقاومة المعنية المراد حساب الجهد بين طرفيها على مجموعة المقاومات موصولة على تسلسل في هذا الفرع الكل في الجهد التغذية المسؤول عن تغذية هتين المقاومتين اذا ماذا تساوي VR2؟ كما تلاحظون المقاومة R2 هي المقاومة المعنية اذا VR2 ماذا يساوي؟ يساوي VR2 على مجموعة المقاومات هذا الفرع موصولة على تسلسل اذا تساوي VR1 زيد VR2 الكل في الجهد المسؤول عن تغذية هتين المقاومتين وهو الجهد VCC وكذلك ماذا تساوي VR1؟ بما أن VR1 و VR2 موصولتين على تسلسل فإن VR1 ماذا تساوي؟ تساوي VR1 وهي المقاومة المعنية المراد حساب الجهد بين طرفيها على مجموعة المقاومات موصولة على تسلسل في هذا الفرع VR1 زيد VR2 الكل في الجهد التغذية المسؤول عن تغذية هتين المقاومتين نبدأ في تمرين رقم 1 كما تلاحظون أعطى لكم دارة بسيطة تحتوي على مقاومتين مربوطتين على تسلسل وطلب منكم حساب التوتر بين طرفي المقاومة R2 وذلك باستخدام قاسم الجهد قم بإقاف الفيديو وحاول في هذا التمرين وعند انتهاء من محاولتك أعد تشغيل الفيديو ولاحظ الإجابة النموذجية على هذا التمرين حل تمرين واحد طلب منه في هذا التمرين حساب VR2 كما تلاحظون أن الجهد بين طرفي VR2 باستخدام قاسم الجهد يساوي المقاومة المعنية على مجموعة المقاومات هذا الفرع في الجهد المسؤول عن تغذية هتين المقاومتين إذن ماذا يساوي VR2؟ يساوي VR2 على مجموعة مقاومة فرع مربوطة على تسلسل VR1 زيد VR2 وهي مقاومة المكافئة في الجهد مسؤول عن تغذية هتين المقاومتين في VCC ويساوي 5 على 5 زيد 5 في 12 إذن VR2 ماذا يساوي؟ يساوي 6V ونستطيع حساب هذا الجهد بقانون الأوم ونستطيع حساب الجهد كذلك بقانون العروات ولكي نتأكد من قيمة النظرية يجب علينا إحضار جهاز متعدد القياسات نربط قطبه الأول بالطرف الأول للمقاومة والقطب الغلق الدارة نربطه بالطرف الثاني المقاومة ثم ندير العجلة إلى معيار الخاص بالجهود ثم نقوم بالحساب نلاحظ أن الجهد بين الطرفين المقاومة A2 يساوي 6V وهي نفس النتيجة المحسوبة بطريقة قاسم الجهد تمارين رقم 2 في هذا تمارين رقم 2 أعطى لنا دارة تحتوي على ثلاث مقاومات وكما تلاحظون هذه المقاومات موصولة على تسلسل وطلب مننا حساب التوتر بين الطرفين المقاومة A2 قم بإيقاف الفيديو وحاول في هذا التمرين حل تمارين رقم 2 لحساب التوتر بين الطرفين المقاومة A2 لدينا طرق كثيرة إما نستخدم قانون الأوم أو نستخدم قانون العروات أو نستخدم قاسم الجهد فلنبدأ باستخدام قاسم الجهد إذن ما هي المقاومة المعنية؟ هي مقاومة A2 إذن ماذا يساوي في A2؟ إذن في A2 يساوي المقاومة المعنية وهي A2 على مجموعة المقاومات موصولة على تسلسل في هذا الفرع إذن وهي A1 زايد A2 زايد A3 الكل في الجهد المسؤول عن تغذية هاته المقاومات وهو جهد VCC إذن في A2 ماذا يساوي؟ يساوي A2 وهي 200 على 200 زايد 200 زايد 400 إذن في A2 ماذا يساوي؟ يساوي 3 فولت تمارين رقم ثلاثة كما تلاحظون أعضل نظارة تحتوي على حلقتين وطلب مننا حساب التوتر بين الطرفين مقاومة A3 باستخدام قاسم الجهد قم بإيقاف هذا الفيديو وحاول في هذا التمارين وعند انتهاء من المحاولة أعد تشغيل هذا الفيديو حل تمارين رقم ثلاثة حساب التوتر بين الطرفين مقاومة A3 كما تلاحظون أن مقاومة A3 موصولة على تسلسل مع مقاومة A4 لذلك نستطيع أن نطبق قاسم الجهد إذن الجهد في A3 ماذا يساوي؟ يساوي المقاومة المعنية المراد حساب الجهد بين طرفيها وهي A3 على مجموعة مقاومتين موصولتين على تسلسل في هذا الفرق وهي A3 زايد A4 في الجهد مسؤول عن تغذيتهم كما تلاحظون من الذي يغذي A4 و A3 يغذيهم الجهد بين طرفين مقاومة A4 إذن الكل A3 على A3 زايد A4 في الجهد في A2 وكيف نحسب جهد في A2؟ نحسبه من هذه العروة بقانون العروات إذن ماذا يساوي في A2؟ لدينا هذه الدارة المغلقة أولا نعين اتجاه التيار يسري بهذا الاتجاه ثم نعين استقطابية الجهود إذن استقطابية مولد جهود مع التيار واستقطابية مقاومة A1 عكس التيار واستقطابية مقاومة A2 عكس التيار ثم نعين العروة باتجاه عقارب الساعة ثم نستخرج عبارة قانون العروات مجموعة الجهود في دارة مغلقة يساوي الصفر إذن في A2 ماذا تساوي؟ مباشرة تساوي VCC ناقص في A1 ولرجوع إلى قانون العروات اذهبوا إلى حصة رقم 1 إذن في A2 تساوي VCC ناقص في A1 إذن في A2 تساوي 6 فوط وعند تعويض في A2 هنا ماذا يساوي في A1؟ يساوي ربع آلاف على ربع آلاف زيد ألفين الكل في 6 إذن في A1 ماذا يساوي؟ يساوي ربع فوط وحذاري أن تكتب قاسم الجهود VR1 يساوي R3 على R3 زيد أربعة الكل في VCC هنا خطأ 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 لذلك قلت لكم قاسم الجهود ماذا يساوي مقاومة المعنية على مقاومات موصولة على تسلسل في هذا الأفضارة في الجهود المسؤول عن تغذيتهم تمرين رقم ربع طلب مننا حساب التوتى بين طرفه مقاومة R2 كما تلاحظون R2 موصولة على تسلسل مع R3 والسؤال الثاني طلب مننا حساب شدة الطيئة بين طرفين مقاومة R2 وفي هذه الدارة أعطى لنا ثنائي زينر في استقطاب العكسي موصول على التوازي مع مقاومة R2 و R3 وكما تعلمون أن ثنائي زينر عندما توصله على التوازي مع أي ناقل أومي ينظم له الجهد حسب الجهد Vزينر إذن هذه المقاومة R2 و R3 تغذيان بجهد Vزينر ويسوي 4.9 فولت قم بإيقاف الفيديو وحاول في هذا التمرين وعند الانتهاء أعد تشغيل هذا الفيديو وبإذن الله ستصل إلى الإجابة الصحيحة تمرين أربعة في هذا التمرين طلب مننا حساب التوتى بين طرفين مقاومة R2 نستطيع استخدام قانون أوم أو قانون العروات أو قانون قاسم الجهد وبما أن درسنا اليوم على قاسم الجهد نستخدم قاسم الجهد وركزوا جيدا مجرد ما تلقى مقاومتين على التسلسل يطلب منك حساب الجهد دي ما خمّن في قاسم الجهد إذن ماذا يساوي الجهد بين طرفين مقاومة R2 إذن VR2 تساوي مقاومة المعنية وهي R2 على مجموعة مقاومة موصولة تسلسل في هذا الفرع وهي R2 زيد R3 في الجهد المسؤول عن تغذية هاتين المقاومتين يركزوا جيدا من الذي ينظم الجهد لهاتين المقاومتين إذن هو ثنائي زينر إذن الكل في Vزينر وحذاري أن تكتبوا الكل في VCC لأن Vزينر هو المسؤول عن تغذية مقاومة R2 و R3 وتنظيم الجهد لهما إذن ماذا تساوي في R2 تساوي R2 وتساوي 2 كيلو أوم يعني 2 في 10 قوة 3 وتساوي ألفين على R2 وهي ألفين كيلو أوم زايد R3 وهي أربعة كيلو أوم أربعة كيلو أوم في 10 قوة 3 تساوي أربعة آلاف في Vزينر إذن VR2 تساوي 1.63 فولت سؤال با طلب مننا حساب شدة التيار بين طرفين مقاومة R2 في هذه الحالة نستعمل قانون أوم وقبل استعمل قانون أوم لاحظوا اتجاه التيار مولد الجهد VCC يعطي لنا تيار كل E1 هذا التيار يتفرع إلى جزئين الجزء الأول يذهب إلى زينر ونسميه Eزينر والجزء الثاني يذهب إلى مقاومة نسميه E2 إذن ماذا يساوي الجهد بين الطرفين VR2 باستخدام قانون أوم VR2 ماذا يساوي يساوي مقاومة هذا الناقل أومي فالتيار الذي يشتزه إذن يساوي R2 في E2 في السؤال طلب مننا حساب شدة التيار إذن ماذا يساوي E2 E2 يساوي VR2 على R2 ويساوي 1.63 فولت على 2 كيلو أوم 2 كيلو أوم هي 2 في 10 قوة 3 أو 2000 أوم إذن E2 ماذا تساوي 0.081 أومبير وتساوي 0.81 ميلي أومبير تمرين رقم 5 في هذا التمرين طلب مننا حساب التوتر بين طرفين مقاومة R3 علما أن ثناء ديود ديود مثالي وكما تلاحظون الديود في حالة استقطاب المباشر واستقطاب المباشر في هذه الحالة الديود يكافئ قاطعة مغلقة أو يكافئ سلك قم بإيقاف الفيديو وحاول في هذا التمرين وبعد انتهام المحاولة شغل الفيديو نبدأ في الحل طلب مننا حساب التوتر بين طرفين مقاومة R3 أي حساب الجهد بR3 كما تلاحظون في هذه الحالة التيار اتجاه الاستلاح في هذا التيار من قطب الموجب إلى قطب السالب يبدأ من قطب الموجب ثم يمر عبر مقاومة R1 وعندما يصل إلى هذه النقطة ماذا يجد؟ يجد طريقين الطريق الأول يحتوي على مقاومة كبيرة 2 كيلو أوم والطريق الثاني وهو الديود وبما ان الديود مثالي مقاومته الصفر ففي هذه الحالة التيار يختار الطريقة السهل التيار مثل الماء اذا وجد طريقين طريق صاعد وطريق نازل في هذه الحالة يسلك الماء الطريق النازل مثل الوديان اذا في هذه الحالة ماذا يفعل الديود؟ في هذه الحالة الديود يقصر مقاومة R2 وبالتالي تصبح الدارة بهذا الشكل تقصر مقاومة 2 وتصبح الدارة تحتوي على مقاومتين فقط وهي مقاومة R1 وR3 إذن في هذه الحالة ماذا تلاحظون تلاحظون أن مقاومة R3 موصول على تسلسل مع مقاومة R1 إذن نستخدم قاسم الجهد إذن الجهد بين الطرفين مقاومة R3 ماذا يساوي في R3 يساوي المقاومة المعنية وهي R3 على مجموعة المقاومات الفرع وهي R1 زايد R3 في الجهد المسؤول عن تغذية المقاومة وهو VCC إذن في R3 ماذا يساوي يساوي R3 وهي ربعة في عشر قوة ثلاثة وهي 4000 على R1 وهي 2 كيلو أوم يعني 2000 زايد 4000 اللي هي R3 الكل في الجهد التغذية 24 إذن في R3 يساوي 16 فورت تمارين رقم 6 في هذا التمارين نريد أن نطبق قاسم الجهد في الواقع وكيف يساعدني قاسم الجهد كما تلاحظ لدي دارة تحتوي على مصباح يتغذى بـ 12 فورت وقاطعة مفتوحة في حال طرحة ومصدر هذا الجهد يوفر لنا 24 فورت سؤال مطروح عند غلق القاطعة ما الذي يحدث لهذا المصباح؟ قم بإيقاف الفيديو وأجب عن هذا السؤال إذن عند غلق القاطعة ما الذي يحدث؟ لاحظوا جيدا تم إتلاف المصباح يترى ما هو سبب إتلاف هذا المصباح؟ السبب هو أن المصباح يتحمل جهد قدره 12 فورت لكن مولد جهد وفر له 24 فورت مما أدى إلى إتلافه إذن السبب هو الجهد العالي الذي يغذي هذا المصباح الجهد الإسمي للمصباح هو 12 فورت لكن مولد يغذيه بجهد أكبر وهو 24 فورت سؤال جيم اقترح حل مناسب لهذا المشكل ما هو الحل مناسب لهذا المشكل بعد ما درست قاسم الجهد؟ في هذه الحالة نضف مقاومة على تسلسل مع المصباح بحيث هذه المقاومة تتغذى بجهد من مصدر BTC وتترك جهد قدره 12 فورت لهذا المصباح أي المقاومة تأخذ جهد 12 فورت والجهد المتبقي وهو 12 فورت في هذه الحالة يشتعل المصباح كيف أحسب هذه المقاومة؟ إذن لحساب هذه المقاومة يجب علي معرفة مقاومة المصباح بجهاز أوم مثل نحضر جهاز متعدد القياسات ونوصله على تفرع مع هذا المصباح بهذا الشكل ثم ندير العجلة إلى معيار الخاص بالمقاومة كما تلاحظون مقاومة داخلية لهذا المصباح 700 أوم بعد معرفة هذه المقاومة كما تلاحظون أن المصباح موصول على تسلسل مع مقاومة Rx في هذه الحالة نستطيع حساب مقاومة Rx وذلك باستخدام قاسم الجهد إذن قاسم الجهد من هي المقاومة المعنية؟ وهي Rx إذن Vrx ماذا يساوي؟ يساوي المقاومة المعنية وهي Rx على مجموع المقاومات موصول على تسلسل إذن RxZRL في الجهد الذي يغضي المقاومة والمصباح وهو الجهد VCC المطلوب مني وهو حساب مقاومة Rx كما تلاحظون Rx موجودة في البسط وموجودة في المقام يجب علي أن أحول هذا الكسر إلى دالة كثير الحدود إذن Rx ماذا تساوي؟ تساوي ناقص VRL في RL على VRL ناقص VCC وهذه طريقة رياضية يستطيع أي تلميذ أن يستخرج Rx إذن Rx ماذا تساوي؟ تساوي 700 Ohm لاحظوا معي عند غلق القاطعة ما الذي يحدث؟ يتوهج المصباح إذن قاسم الجهد يساعدنا في حل المشاكل مثل هذا المشكلة أي عنصر كهربائي أتلف لديك في هذه الحالة يجب عليك إضافة مقاومة ولحساب هذه المقاومة استخدم قاسم الجهد كذلك نستطيع حساب Rx بطريقة ثانية وهي استخدام قانون الأوم لدينا الجهد بين طرفي Rx ماذا يساوي؟ يساوي Rx في التيار الذي يجتازها وهو التيار E إذن Rx ماذا تساوي؟ Rx تساوي VRx على التيار E VRx لدينا وهي 12V لكن التيار مجهول في هذه الحالة نحسب التيار E كما تلاحظون أن مقاومة Rx والمصباح موصولين على تسلسل فإن التيار الذي يجتاز مقاومة Rx نفسه التيار الذي يجتاز مقاومة Rx وبما أن لدينا الجهد بين طرفي المصباح 12V ولدينا المقاومة الداخلية وهي 700Ω VRx على E ماذا يساوي؟ يساوي VRx على التيار والتيار ماذا يساوي؟ يساوي جهد المصباح على المقاومة RL إذن يساوي VN على RL وبما أن جهد المصباح يساوي 12V وجود مقاومة 12V 12V مع 12V طروح وتبقى عن Rx ماذا تساوي؟ تساوي RL وإذن Rx تساوي 700Ω توجد طريقة ثانية لحماية مصباح في هذه الحالة نحضر ثنائي زينر بحيث هذا ثنائي زينر جهد بين طرفيه يجب أن يساوي جهد المصباح إذن في زينر ماذا يساوي؟ يساوي 12V وبالتالي ما وظيفت هذا ثنائي زينر؟ وظيفته تنظيم الجهد للعنصر الكهربائي موصول على توازي بشرط أن يكون هذا ثنائي زينر على توازي وبشرط ثنائي زينر في زينر يساوي جهده يساوي جهد الإسمي لهذا العنصر الكهربائي إذن في زينر يساوي 12V عند غلقة قاطعة ماذا تلاحظون؟ توهج المصباح إذن ثنائي زينر نظم الجهد لهذا المصباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر